نسأل الله تعالى أن يطهرنا من سرعة الغضب لأن سرعة الغضب مدمرة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا عندما جاءه السائل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب وقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل البطول ليست في ضرب فلان وأذى فلان شتم فلان ورد الشتيمة بشتيمة أخرى أو بشتائم ولكن البطولة الحقيقية عندما يملك الإنسان نفسه لحظة الغضب ويتصرف بحكمة كم من إنسان طاش عند غضبه فطلق كم من إنسان ظلم عند غضبه فقتل كم وكم ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب قد حفظ نفسه من شرور كبيرة سنت نفسي عما يدنس نفسي نسأل الله تعالى إن يجعلنا وقافين عند حدود الله وأن يجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وأن يجعلنا من عباده المحسنين الله يبارك فيكم يا رب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر